يحرص الناس على معاملة التاجر الأمين والشراء منه ويتحاشون من عرف بالغش والخداع فالتاجر الأمين يظهر عيب السلع والغشاش يخفيه فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على طعام يباع فأدخل يده فيه فوجد بللا فاعتذر صاحب الطعام بأن المطر أصابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس منها والأمين يبين صفات السلعة بدقة والغشاش يبين الصفات الحسنة ويخفي السيئة فيحرم من البركة قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما والأمين ينصح الزبون ويدله على ما هو أنسب له من أنواع السلع وأسعارها أما الغشاش فيرغب الزبون في السلعة التي مكسبها أكثر ولو كانت لا تناسبه والأمين لا يزور العلامة التجارية ولا يبيع السلعة المستنسخة على أنها أصلية ولا المستعملة على أنها جديدة بخلاف الغشاش الذي يستسيغ كل ذلك والأمين لا يبيع سلعة ضارة كالأغذية الفاسدة بخلاف الغشاش الذي يبيعها فيضر بصحة الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار والأمين لا يستغل الجاهل الذي لا يحسن المساومة بالأسعار بخلاف الغشاش الذي يستغل مثل هذا فيرفع عليه الأسعار والأمين يوفي المشتري السلعة كاملة عددا ووزنا بخلاف الغشاش الذي يطفف في الكيل والميزان وغيرهما قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتانوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون والأمين يلتزم الصدق في بيان السلعة ومكان وموعد تسليمها وغير ذلك بخلاف الغشاش فإنه يكذب فيشق على المشتري قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء فلزم الأمانة واحذر من الغش فإنه خيانة والربح الناتج عنه حرام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولابها ترجمة نانسي قنقر